ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل يوم عامل صحي يتواصل مع هؤلاء الأشخاص اللي اطمنان عليهم والي اطمنان على صحتهم الآن عن طريق تطبيق الكاشف الطبي عن طريق برنامج ترصد بلس يتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي متى سيتم تنفيذ المسح الوطني الاستقصائي لفيروس كوفيد تسعة عشر طبعا وزارة صحة وتوجيهات اللجنة العليا ستقوم بعمل المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض كوفيد تسعة عشر والذي سيبدأ تنفيذه في الثاني عشر من يوليو عام الفين وعشرين يعني لسبوع بعد القادم من المعلومة ان الدراسات المصلي لاجسام المضادة للأمراض تساعد في تحديد مدى انتشار العدوى في المجتمع وتسمح بإجراء استنتاجات حول مدى الإصابة ومعدل الانتشار التراكمي بين السكان لذلك فإن الهدف الرئيسي من إجراء المسح الوطني الاستقصائي هو قياس مدى انتشار عدوى مرض كوفيد تسعة عشر في المجتمع العماني كجزء من الاستراتيجية الوطنية للفترة القادمة من أجل التصدي لجائحة كوفيد تسعة عشر ترجمة نانسي قنقر